هو واقعيان احنا بنكبر الاولاد على انك بنقدم استثنائي ومفيش زيك بس بنحطه في سيستم في العالم كله انا مش بتكلم على مصر بس السيستم ظالم للاولاد انه هو علبة بيحطهم في علبة نفس القلب نفس الحاجة فبرضو هم مظلومين لانه هم اكسبوزد قوي للتتنولوجي وللعالم اللي برا اللي هو مغري قوي 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 واللي عنده ثمان تسع سنين ده في اغلب الاحوال مش عايز يكبر يبقى موظف احنا سمعة الموظف بقت حاجة شميعة بقت حاجة فراون باومي بقى موظف ده مش حاجة حلوة لو اتكلمنا دلوقتي على اني عايزة ربي الطفل ان دي مسئوليتك وان ده دورك ان انت تكبر وتوصل لهدفك شايف من سن كم ابدأ اوجه الطفل للدماغ دي او للفكر ده بصي بداية من سبعة ببتدي احط له القصص بتاعت التعليم تمام يعني منزلوا لسبعة ده بجد فعليا ما كانوا بيالعبس احلموا الهدف من الدراسة من سبعة بقى ببتدي اعلموا اصلا ببتدي اعلموا وابتدي احاول اريليت الحاجات اللي في الدنيا للتعليم اللي هو بيتعلموا لان احنا اغلبنا اتعلمنا بس معرفناش نعمل الريليشن بتاعت صح اللي احنا تعلمناه للواقع هعمل بي ايه؟ طب ايه اكتر غلطة يا قلاء الاهل بيعوا فيها بيعملوها يعني مع اولادهم في فترة الامتحانات ويعني عشان اتفداها السترس المبالغ فيه توطر مهم جدا ده اه ده اننا داخلين معسكر فعلا لا غير معسكر بيوت بتتقلب كلها بيبقى في حالة من التوتر فيكره اصلا الطفل ان هو يذاكر وخلي بالك برضو ان بيبقى فيه مرحلة عين دي كده لو انا شايفت بقى بتتمططي طب تمام خلاص بقى وهتبقى هي او هتقابلي طفل تاني الدحيح المتوتر طول الوقت انه ممكن ما يجيبش التقدير اللي يرضي ابوه امه انت عندك ادنوعين من الاطفال برضو موضوع يرضي بابا وماما ده ده مش حلو محتاج يتلغي انت بيعملش حد عشان يرضي حد انت محتاج تعمل ده لنفسك لان للأسف الشديد احنا بنربي الاولاد اللي بيكبروا بعد كده يبقوا هما الرجالة وهما الستات اللي دايما مبصين للفاليديشن من العالم هو مش بيعمل حاجة لنفسه صح انا بتعلم علشان انا محتاج افهم علشان التعليم ده هيساعدني في حياتي مش عشان انجح بس ده الفرق بين الهدف والنفيجة طب قلاء فيه اهل بيكونوا متوترين والعيال قلم وفيه العكس فيه ساعات الاهل بيكونوا هادين جدا والعيال هما المتوترين الاهل بقى يعني يساعدهم ازاي ان هما يقللوا التوتر ده هما دخلين على الامتحانات بسي انا انا شايفة ان انا لو انا اللي عندي knowledge وانا اللي فاهمه في الحالة دي الكبير هو اللي فاهم وهو المسؤول ان هو يوصل للطفل مش العكس لان دي غلطة برضو بيقع فيها اهالي كتير قوي ان هما عايزين مثلا لو هما متوترين قوي الطفل يحس بيهم وده مش منطق انا لو ام انا المسئولية علي انا ان انا فهم ابني او بنتي يعملوا ايه وهما بيعملوا ده ليه فهي مسئولية على الاهل انتي لو انتي تعصبتي وبقيت انتي على طول متوترة مفيش حد مستفيد اي حاج لا هما استفادوا ولا انتي استفدت ولا هتوصل لي النتيجة اللي انتي عايزاها فاولا الام محتاجة اعمل كنترول على نفسها او الاب محتاجة اعمل كنترول على نفسه طبعا ثانيا ان الاهل نفسهم يكونوا معايين لفكرة ان الطفل بيعمل ده ليه مش ليهم مش لاردقهم هما مش عشان اقول انا ابني نجح وعمل ودخل هندسة ودخل طب وللأسف